معنا الإعلامية في وكالة سبوتنيك الروسية النغم كباس أهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية أستاذ نغم إعلاميا كيف ترينا التغطية الإعلامية الدولية لهذه القمة أهلا بك وبجميع المشاهدين والمتابعين الحقيقة هنا في قمة بريستي كذان وفي إكسبو إكسبو هو مقر إنعقاد هذه القمة عدد هائل من الصحفيين العرب والأجانب حتى وأيضا نلتقينا بتغطيات من جميع أنحاء العالم ليس فقط الموضوع مقتصر على الدول المشاركة في بريكس ولكن أيضا نجد رسالة الإعلام أجنبية تشارك في هذه التغطية هذا يدل على أهمية بريكس ومجموعة بريكس في أزداد الاهتمام بها من الناحية الإعلامية ومن ناحية أيضا من ضمام الدول طبعا الرئيس المصري عبد الفتاح منذ قليل ألقى كلمة خلال هذا الاختماع كان هنا الصحفيون ينقلون هذه الكلمة من جميع وسائل الإعلام وليس فقط من وسائل الإعلام المصرية يعني في هذه القاعة التي أتواجد بها عدد كبير من الإعلاميين المصريين الذين جاءوا إلى هنا لتغطية هذا الحدث ولكن أيضا يوجد إعلام أجنبية وإعلام روسي طبعا مهتم جدا بهذه القمة وبالوسط المصري بشكل خاص يعني والرئيس بوتن كما تعلمين وشاهدتم التقى بالرئيس السيسي بحفاوة مميزة ومتميزة وهذا يدل على العلاقات المتميزة وأبدأ رئيس بوت الرهبة بتطوير العلاقات تحديدا مع مصر وبشكل استثنائي بسبب العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين إضافة إلى الموارد الكثيرة والمشتركة بين البلدين والمصالح المشتركة كما تعلمون نعم سيدة نغم يعني ما العنوين اللافتة التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة ودعينا نتحدث مثلا عن وسائل الإعلام الروسية حتى هذه اللحظات والتي ربما عنوين جاءت على لسان القادة المشاركين في هذا التجمع نعم يعني بالفعل بيسكور بيسكور بسم الكريميل وأيضا ممثل الرئيس الروسي وشاكورج كلاهما ركزا على موضوع التعددية في هذه المجموعة تعجبية الأقطاب التبادل المشترك للمصالح الاتفاق على خطوط عريضة بمجال التعاملات البنكية والمعاملات المالية وبالعملات الوطنية اطلاق منصة والتوقيع على اطلاق شاملة لدراسة اطلاق عملة موحدة للبريكس إضافة إلى القضايا السياسية يعني المجموعة لم تحصر نفسها ضمن إطار الاقتصاد فقط لا أبدا الرئيس الروسي اللاديمير بوتين يعني أكد بأن المزموعة مهتمة أيضا بالقضايا السياسية خاصة التي تجري على الساحة العربية وتعلمين ما تمر به المنطقة العربية من الطرابات فلذلك كان التركيز أيضا ضيء القمة لبحث هذه المسائل السياسية ومحاولة روسيا للمساعدة في حلها بالمقابل أيضا الزعماء المشاركين ومنهم رئيس المزراء الهندي إضافة إلى طبعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانوا قد بحثوا مع الرئيس بوتين الأزمة الأوكرانية وإمكانية تواصل إلى حل سلمي ويعني عرضاء المساعدة على الجانب الروسي في دفع بالمفاوضات وهذا يعني أن المزموعة لا تقتصر فقط على الاقتصاد وإنما أيضا على السياسة وأن كل المزموعة أصبحوا اليوم بحاجة منحة بعضهم لبعض بسبب الركود الاقتصادي الذي يمر به العالم بسبب الاضطرابات السياسية التي يمر بها العالم وبالتالي هذا التكاتف وهذا التجمع كما قالت رئيسة الاتحاد الروسي فالنسينا مدينك أصبح هو الأهم لهذا العام والذي طغى على موضوع الانتخابات الأمريكية فضل من الناحية الإعلامية وهذا لم يعد مجرد تصريح لمسؤولة روسية وإنما هو ما يفعل اليوم بالواقع أن الكاميرات والإعلام وحتى الأفق السياسية والاقتصادي كلها متوجهة لبريكس أكثر من أربعين دولة أكثر من أربعين دولة تريد اليوم الانضمام إلى بريكس وسيتم تحص انضماما هذا اليوم هذا اليوم سيتم التطرف إلى هذا الموضوع عظيم سيدنا غم بالأمس كان هناك لقاء قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بلادمر بوتين كيف تناول الإعلام الروسي هذا اللقاء وأهم ما خرج به نعم الحقيقة مصر تحضى باهتمام منفرد لا مضير له بالنسبة للإعلام الروسي والشعب الروسي يعني إن بدأنا على المستوى الشعبي فالشعب الروسي تربطه علاقة قديمة بالشعب المصري وعندما يريد أن يخرج الروسي من بلده في زيارة بلد آخر بالترجة الأولى هي مصر يعني دون منازع مصر هي الوزهة الأساسية بالنسبة للمواطن الروسي والشعب الروسي ربما هذا ساعد القيادة الروسية كثيرا بتعزيز العلاقات يعني لم يكن هناك أي عواق على المستوى الشعبي بالعكس هناك دعم للرئيس بوتن بالتوازن نحو مصر ورأينا أن القدمة بالأمس انتظر الرئيس الروسي الضبين الروسي وأنا كنت مترن هناك عندما سمع بالرئيس المصر عبدالفتاح السيسي يعني انتظره إلى وقت متأخر كان مصر على لقاء الرئيس السيسي وهذا يدل على أن هناك علاقة تتعدى فقط الموضوع كياسي والاقتصادي إلى الموضوع الشخصي يعني هي ربما صداقة شخصية بين الطرفين إضافة إلى طبعا المصالح المشتركة للبلدين أضغط إلى ذلك إلى أن الإعلام الروسي يهتم بشكل كبير بالقضايا المصرية لأن هناك توجيهات دائما إن كان من قبل القيادة أو من قبل إدارات هذه الوسائل بالتركيز على مصر وعلى العلاقة بين مصر وروسيا ونحن كإعلانيين طبعا دائما نتابع السؤال المصري ودائما نسعى لتعزيز العلاقات أيضا إعلانيا كما تعلمين الإعلام هو السلطة الرابعة الألم يؤثر بالرأي العام لذلك نحن نسعى دائما لتطوير هذه العلاقات لتعزيز هذه العلاقات لما لها من أهمية لكل السعبين ولكل الدولتين يعني مصر هي قوة عربية وأفريقية أيضا في المنطقة بالمضاق في أن روسيا قوة أيضا دولية وكما ذكرت هناك علاقات تاريخية بين الجانبين والقمة بالأمس كانت مطمرة جدا يعني كل تصريحات الرئيس بوتن أو الرئيس السيسي كانت على نفس النغمة على نفس الموجة كما يقال إن صحنا التعبير يعني هناك توافق هناك مشاركة في الأفكار وفي كل الرؤى والاستراتيجية باستطلع للمستقبل أفضل لهذه العلاقات نعم سيدنا غامة يعني ذكرتي أن الإعلام بكل حال من الأحوال هو مؤثر يعني بشكل أو بآخر هو مؤثر بالنسبة للشعوب التي تتلقى هذا الإعلام في مختلف الدول وبالتالي كيف لمستك إعلامية تعاطي الشعوب التي دولها عضو في البريكس مع هذه القمة مع مخرجاتها مع فعالياتها نعم يعني كل ما ينعكس على الشعب بالخير هو مرحب من قبل الشعب بالنهاية يعني هذه المجموعة إن تحدثنا عن الأرقاب فهي تشكل حوالي 36.9% من الناسج المحلي الإجمالي للعالم للإقتصاد العالم هي تشكل أكثر من 45.6% من مساحة اليابسة يعني هنا قوة من الفروات الطبيعية ومن الطاقات السبابية في هذه الدول وتعلمين الدول العربية والماذا بالطاقات بالأسكية بالمخترعين بالمثقسين هذه الشعوب عندما ترى بأن مجموعة بريكس تعمل لصالحها لزيادة إنتاجها المحلي لزيادة فرص العمل لفتح مشاريع استراتيجية ضخمة يمولها بانك التنمية التابعة لبريكس أكثر من 33 مليار دولار يمول بانك التنمية مشاريع تنموية ومكتدامة تنهض بهذه الشعوب توفر لهم فرص عمل وبالطبع بهذه الحالة الشعب ماذا يريد إلا أن يعيش بكرامة باستقرار وأن يكون لديه مستوى معيشي مرضن أكثر من ذلك ربما الشعوب لا تريد أبدا لذلك هناك ستطلع بأن شعوب بريكس بشكل عام والتي تشكل كما ذكرت مساحة كبيرة وطاقات شبابية هائلة مع قياداتها في اتجاه تحسين مستوى الحياة تحسين مستوى المعيشة خلق استراتيجية جديدة للشباب خاصة أنه مثلا مثلا روسيا استتحت منذ بضعة أيام مدرسة فأسمتها مدرسة بريكس وهي المدرسة الأولى في مجموعة بريكس هذه المدرسة ستعنى بالشباب من جميع دول بريكس يعني حتى أنهم يفكرون بالصيف المقبل إنشاء معسكر طلابي لجميع دول بريكس يعني حتى من مصر سيكون هناك تواجد من الإمارات من سعودية من جميع الدول فهذا التواصل الطلابي وهذا التواصل الشبابي بين دول بريكس يؤسس لمرحلة جديدة لمظام طاقوي بشري تنموي اقتفاضي يعني مالي جديد حتى السياسي هناك اليوم طريقة جديدة بالتربية بتربية الطفل وتنشئته للدخول بهذا المجتمع مجتمع لبريكس لأنه كل الذين هنا سقيناهم وكل المسؤولين أجمعوا على أن هذه القمة هي حجر الأساس لعالم جديد لن نعهده من قبل عالم مبني على التشاركية على التعددية على احترام الآخر والمصالح المشتركة وأعتقد الصعوب لا تريد أكثر من ذلك طيب سريعا ما دمنا نتحدث عن شركات مختلفة يعني اقتصادية وتعليمية وتقافية فيما يتعلق بالإعلام سيدة نغم هل من حديث عن شركات إعلامية طبعا طبعا هناك حديث عن شركات إعلامية وقد أطلقنا في روسيا في موسكو تلفزيون بريكس ربما سمعتم به تلفزيون بريكس انطلق بالنسخة الروسية وهناك بودكاست برنامج بودكاست من أفضل المزيعين في روسيا هو بالبس المباشر يمكن التخول إلى هذا الموقع الإلكتروني ورؤية أيضا القسم العربية اليوم هناك كادر يتم جمعه من الإمارات والسعودية ومصر لإنشاء تيفي بريكس باللغة العربية وهذا شيء جميل جدا للتواصل أشكرك شكرا جديلا من موسكو الإعلامية الروسية في سبوتنيك نغم كباس على هذه المداخلة القيمة معنا ترجمة نانسي قنقر